35 عاماً على تنفيذه من قبل النحاة العراقي الراحل محمد غني حكمة يتزين مطار البصرة الدولي بتمثال البصراوية والذي يجسد كفاءة العمل الفني ممثلاً بالحضارة السومرية ونهري دجلا والفرات المغذيان لأرض النخيل المحيطة لوحة فنية أنجزت إبن الحرب العراقية الإيرانية تجعل المختصين يطالبون الجهات المعنية حالياً بإنصاف الكفاءات لتشهيد النصب التذكارية بعيداً عن المحسوبيات والمجاملة في السابق كان تترك مساحة أو فسحة للفنان حتى ينفذ رؤيته الفنية طبعاً مع تدخلات بسيطة للجهات الراعية أو الجهة المستفيدة للأسف بالفترات الأخيرة السنوات الأخيرة فترة الحرب السابقة فترة اللي نعيشها حالياً سبب الحروب كثير من العوامل الداخلت في تحديد نوعية الأعمال ما نقدر نسميها محسوبيات لكنه بعض المؤثرات لفنان معروف إلى صيد كذا فللهسف انهمل الجانب الموضوعي بالعمل ابتعدنا عن تمثال البصروية منتقلين لعمل أنجز خلال الأعوام السبعة الماضية ساحة الحرية أو ما تعرف بالبذنجانة كلقب شعبي سخر من سوء التصميم ورصانة التنفيذ وأمثاله في بقية المحافظات كثيرة تتعارض مع الرؤية الهندسية بخصوص مواقع التنفيذ وطبيعة التصميم نصب التذكارية والتماثيل هاي تحدد وفق التصميم الحضري أو التصميم الأساس للمدينة عادة ما تكون في المحاورة الرئيسية نصب التذكارية المحاورة الرئيسية والطرق الرئيسية للمدينة تكون عند نهايتها على مو توفر أكثر زاوية نظر للمشاهد أو المواطن يعني مثلا كلش مهملة ساعة سورين اللي بتقاطع الجزائر أصلا ساعة ما بيها ولا بيها محركات الساعة ولا مهتمين بشكلها ولا مهتمين للعلم هاي أكثر زاوية نظر قوية بالبصرة كلها وبينما تستعد البصرة لاحتضان بطولة الخليج بكرة القدم نهاية العام الجاري أعلنت الجهات المعنية عن قرب إعادة تأهيل النصب التذكارية والتماثيل بهدف زيادة الإقبال السياحي خلال وبعد الحدث إعلان يراه المواطن كسابقته من التصريحات غير المنفذة على أرض الواقع الابتعاد عن المحسوبيات في التصاميم احترام الاختصاص عاملان سيساعدان في إعادة النصب التذكارية والتماثيل لسابق أصالتها في التصميم من البصرة كانت تقي قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر